صباح الخير بصبح على كل مشاهدي شمكة ان تي ان في كل مكان بصبح على كل مشاهدي قناة نايل لايف في كل مكان النهار ده التلاتة يناير 2012 تالت يوم في 2012 وتالت يوم مهم جدا في 2012 على فكرة واضح ان 2012 يعني سنة مش هتبقى بتهزر معنا صبح عليك يا اشرف صباح الخير وكل سنة وانت طيب صباح الخير يا رانيا صباح الخير مشاهدي نايل لايف ونهاركو دايما سعيد زي ما قالت رانيا سنة هيبقى فيها احداث كتير قوي سنة فيها مجل الشعب مجل الشورى رئيس جمهورية حكم على الرئيس الصابق حسني مبارك وحضراتكم عارفين زي ما قالت رانيا دلوقتي ان احنا 3 و 4 و 5 المحكمة بتستمع الى مرافعة النيابة بالزبط النهاردة كمان بداية المرحلة التالتة يا اشرف من الانتخابات ويمكن عدينا المرحلة الاولى وعدينا المرحلة التانية النهاردة هنتدي معاكم المرحلة التالتة بنتمنى يا رب ان كل اللي احنا كنا يعني بنحلم بيه اتحقق بنتمنى ان كل اللي كنا بنأمل فيه في 2012 نلاقيه وبسرعة علشان ما عندناش وقت بقى نضيعه كفايا اللي داعف 2011 النهاردة زي ما بنتكلم وبنقول ان من اهم الاحداث اللي بتحصل على الساحة في مصر هو يعني محاكمة الرئيس الصابق حسني مبارك عندنا فقرة خاصة بهذا الموضوع عايزين نشوف ايه اللي حصل انبالح في المحكمة وايه التوقعات اللي بتاع اللي هتحصل في الايام القادمة معايا الاساس جمال عطية محامي مدعي بالحق المدني وحنتابع ونعرف منه ايه اخر تطورات في محاكمة الرئيس الصابق حسني مبارك وعلا وجمال اولاده وحبيب العدل وستة من معاوني كمان هيكون معانا فقرة مهمة جدا والحقيقة يمكن منظمات المجتمع المدني كانوا في شدة الاستياء مبارك لما تم الاعلان عن تمويل بعضهم من الخارج وده الحقيقة يمكن طرح تساؤلات كتيرة جدا عندنا كلنا هل ده من حقهم هل ده مش من حقهم ايه فايدة التمويل هل التمويل لمصلحتنا لمصلحتهم لمصلحت اللي بيمول يعني اسئلة كتير جدا النهاردة هيرد عليها ضفنا وهيكون معانا دكتور اهاب الخارط وهو عضو الهيئة العليا بالحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي كلنا شايفين وعارفين ان الاقتصاد المصري في خطر وللأسف الشديد كل الناس اللي وعدتنا من بلاد عربية او اوروبية او في اي بلد في العالم ان هي حتدينا كرود او حتدينا معونة او 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 مفيش حد دينا حاجة غير مليار دولار جاه من السعودية وقطر فقط كثير من الاراء الاقتصاديين والمفكرين عندهم اقتراحات كثيرة في الوصول لبر الامان لاقتصاد المصري معنا فقرة خاصة بهذا الموضوع مع الستاذ محمد علي خير الكاتب الصحفي ومبادرة لانقاذ الاقتصاد المصري كمان عندنا فقرة يا اشرف عن اهم الاحداث الجارية واهم الاحداث اللي بتحصل دلوقتي ودي هتكون مع المؤرخ السياسي دكتور عاصم الدنسوئي ده غير كمان فقرة الصحافة اللي اعتقد هيكون فيها عرض لاهم عنوين الصحف واهم منشطات الصحف اللي هتكون معنا النهاردة في 3 يناير 2012 فقرة الصحافة هي الفقرة القادمة مع زملتي رانيا ويمكن النهاردة مليان بفقرات همة تابعونا واعتقد ان احنا لازم نبص قدامنا وقدام لمصر بفقراتنا النهاردة نهاركو سعيد